العيد وكل سنة وانتوا طيبين وخروجة السينما في العيد خروجة مميزة عند المصريين بننتظر أفلام العيد دايما ويمكن كانت الناس منتظرة موسم عيد الأطحى على وجه التحديد لأنه أفلام عيد الفطر يعني ما كانتش على قد توقعات الناس والناس كانت منتظرة موسم أفلام عيد الأطحى وإحنا عندنا منافسة ما بين أربع أفلام ومنافسة قوية الحقيقة على شباك التذاكر وفي إقبال من الناس في السينما وإحنا عندنا أجازة طويلة يعني ما شاء الله الناس تكون بإذن الله استمتعت في الأجازة وخرجت ورحوا السينما ويمكن كان في إقبال كبير على فيلم بيت روبي للنجمين الكريمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وفي فيلم البوابع ومستر أكس وتاج ويعني شايفين منافسة ما بين كل هذه الأفلام مستر أكس بطولة أحمد فهمي وهنا زاهد والبوابع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وكمان تاج للفنان تامر حسني والفنانة دينا الشربيني وهلا فاخر ومجموعة كبيرة من النجوم نتكلم مع حضراتكم أكتر عن يعني إيه اللي حصل على شباك التذاكر إرادات الأفلام وممكن ده كان حديث الناس كلها على مواقع التواصل الاجتماعي مسألة الإرادات ومين الفيلم المتصدر الإرادات وده لويل ده يعني ليه الناس بتتصابق على مسألة إنها تقول إنه الفيلم ده إراده أعلى من التاني معادينا دلوقت في الستوديو الناقض الفني أحمد سعد الدين مساء الخير على حضرتك كل سنة وانت طيب مساء الخير كل سنة وانت طيبة وكل مشاهدين بخير عندنا أربع أفلام في سباق يعني سينمات عيد الأطحى المبارك وزي ما كنا بنتكلم بتطرينا ببيت الروبي واللي يعني بيناقش قضية مجتمعية والسوشيال ميديا وتعلق الناس بالسوشيال ميديا هو فيه حاجة أساسية إحنا دايما في عيد الأطحى قبل كده كان دايما بيبع عندنا في حدود الستة أفلام السنة اللي فاتت والسنة دي نقدر نقول إنه هما أربع أفلام وكان فيه فيلم تقريبا لمحمد عدد الإمام ومالحقش العيد بس هو لما بتنكلم على العدد بنقول إن الأربع أفلام أفلام قوية وإنتاجها عالي فأفلام تقدر إن هي تكمل حاجة تانية عيد الأطحى مختلف عن عيد الفطر عيد الفطر أكبر عدد المساحة بتاعته تسع أسابيع عيد الأطحى ممكن لأنه هو لاحم في موسم الصيف فيمتد الأكتر من عشرين أسبوع واثنين وعشرين أسبوع فمن هنا بتنزل الأفلام القوية على رأس هذه الأفلام الأربع أفلام هنلاقي فيلم بيت الروبي أو زي ما حضرتك تفضلتي الكريمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز طيب هنا الأهمية بالنسبة للفيلم ده أو ليه بنقول إن إحنا كنا مركزين معاه ومتوقعين إنه يجيب إرادات أكبر وجود كريم عبد العزيز أولا كان نجم صفة أول ويعتبر أكبر نجم في مصر في الوقت الحالي بعد كرة والجن كمان يعني آخر أعماله السينما هو آخر أعماله لكنه حتى قبل ده طبعا كان عنده هو اللي حق أعلى إيراد في تاريخ السينما حتى الآن صحيح يعني نحن نتكلم لحد دلوقتي فيلم الكريم عبد العزيز تدخلوا وإنت محمد فيلم الكريم عبد العزيز واصل فيلم حلو وكريم عبد العزيز كمان ماشي بخطة سبتة بيقدم الكوميدي ويقدم الأكشن ويقدم ميلو دراما ويقدم كل حاجة صحيح فمن هنا الفيلم واخد سوكسي كده إن فيه نجم صفة أول وهذا النجم نجمي ليه شعبية كبيرة جدا بالإضافة للإنتاج الضخم بالإضافة لوجود كريم محمود عبد العزيز بقى أول مرة نشوفه مع كريم عبد العزيز فطبعا الناس اللي أخبطت في فترة ومفترات مع وجود نور مع وجود مجموعة كبيرة جدا بالإضافة بقى ليه نقطة مهمة جدا بيتر ميمي بيتر ميمي أقدر أقول إن بيتر ميمي بنى اسمه أكثر كمان في الدراما على مستوى الاختيار وغيره وغيره لكن اسمه تحفر خلاص في دماغ المصريين لما تشوف بيتر ميمي عارف إنك تشوف عمل يعني مهم وفيه شغل لكن كمان ما ننساش القصة الموضوع السوش الميديا وهل هو مؤثر في حياة الإنسان ولا مش مؤثر والدنيا ممكن تتغير في لحظة ولا لا أعتقد إن احنا بنعيش الموضوع ده في الواقع فأصبح اللي بيدخل الفيلم هذا الجمهور هو العنصر الأول الدعائي لهذا الفيلم خاصة إن الفيلم نزل قبل العيد بحوالي أسبوع أو عشرة أيام فقدر إنه يعمل إيراد كبير جدا وآخرهم إيراد مبارح اللي حسب ما قيل إنه هو تعدد 8 مليون جنيه وده رقم قياسي كبير جدا هيخلص على العيدية؟ ماشي ولكن نقدر نقول إنه حتى الآن قارب من الأربعين مليون جنيه فده رقم مش سهل إنه يحقق في أسبوعين أو في عشرين يوم فإذن هذا الفيلم يعتبر أكبر فيلم موجود حاليا المثاليه كمان هو عشان فيلم اجتماعي يخص الأسرة كلها يعني تقدر تاخد كل الأسرة وتدخل الفيلم هو الفيلم طبعا تقدر يتخدي الأسرة وهتلاقي هتلاقي الدحك أوكي وهتلاقي الجد أوكي وهتلاقي مواضيع تمسك أنت شخصيا والإنسان اللي ممكن يتشهر في لحظة بعد ما كان إنسان عادي ممكن فيديو صغيرة يتحط على الانترنت يغير مصاري الحياة ويفتح له طاقات وأمل غير طبيعية هيلاء العلاقات الأسرية هو الحقيقة الفيلم نقدر نقول إنه هو متكامل عن طريق السيناريو أولا أي نجاح لازم يبقى نجاح سيناريو السيناريو أولا وعندي الإخراج وعندي الأبطال بالإضافة لمجموعة العناصر الجذب اللي هي مجموعة عناصر الصناعة السينمائية بشكل جاي طيب حضرتكم بتتحدث عن الإيرادات وده حديث الناس على السوشيال ميديا وخناقة الإيرادات بتاعت يعني كل مرة دي يعني صناع الفيلم بيتحدثوا عن تحقيق أعلى إيرادات كل صناع لكل فيلم بيتحدثوا عن تحقيق الأعلى إيرادات إيه اللي بيحكم مسألة الإيرادات دي وهل هنا مسألة اختلاف سعر التذكرة بيبقى يعني عامل حسن في الموضوع حرب الإيرادات بقالها كتير جدا موجودة أكتر من عشر سنين يمكن خمستاشر سنة وحرب الإيرادات موجودة ولكن ما يحكم حرب الإيرادات تلات نقط مهمين جدا أول حاجة عدد النسخ اللي نازل فيها أو نازل بيها الفيلم نازل في كام صالة عرض دي لو كان عدد كبير فيقدر أنه ياخد جمهور أكتر ثانيا إحنا عندنا دلوقتي تفاوت كبير جدا في بعض صالات العرض بيبقى تمن التذكرة ممكن ثلاث أضعاف سعر صالة عرض أخرى تمام؟ عشان كده ناس كده بترجع مسألة الإيرادات دي لارتفاع أزعار التذكرة في أماكن لو تكلمت على مليون جنيه مثلا إيراد لفيلم لو التذكرة بمية جنيه بأنا دخلي ألف شخص لو تذكرة بخمسين دخلي ألفين وهكذا هنا ممكن ارتفاع تمن التذكرة بيدي إيراد لكن ما بيديش عدد مشاهدين للفيلم فهنا بتفرق شوي حاجة تانية هو صناع الأعمال والمنتجين تحديدا بيستغلوا كلمة الإيراد في الدعاية للفيلم إنه هو نمبر ون أمره ده لأنا كنت عايزة أسأل حضرتك عليه هو المشاهد حيث أنه يشوف أنه الفيلم ده إيراده هو أعلى حاجة هيخليه حركه يروح السينما ولا النجوم اللي في الفيلم يعني إيه العوامل؟ ليه الناس بتتخاني على حتة الإيرادات؟ تعالي نفسص الكلام ده بسهولة كده وبسرعة رقم واحد إحنا بنتكلم في العيد الإيرادات القوية والكبيرة دي في العيد أكتر حاجة جمهور العيد مش هو جمهور السينما الحقيقي ليه؟ لأن جمهور العيد المصريين بيجوا من أطراف القاهرة يلفوا في كل مكان وفي الآخر حاجة التقس الأساسي السنوي اللي لازم يدخل السينما في النهاية محتاج فيلم يضحك فيه ويبقى سامع عنه أنه هو كويس مجموعة الإيرادات اللي بتتقال وأنا رقم واحد ومجموعة الدحك الكبيرة والجمهور ممكن ينقل نفسه بتعمل عنصر دعاية كبير في فترة العيد فمن هنا تبقى عنصر جذب كبير جدا يعلي إيرادات ويعلي دخل الفيلم سواء جمهور دخل أو أرقام التذاكر طيب نروح لفيلم ماستر أكس ويعني بطولة أحمد فاهمي وهنا الزاهد الجمهور كان مشتاق يشوف حاجة جميلة اللي هي إيه؟ قصة حب ما بين زوجين أساسا في الحقيقة خاصة أن أحمد فاهمي لو رجالنا ويعني بطولة أحمد فاهمي وكامل لها النهاردة بنشوفه هو ومين هو ومراته فالجمهور حابب يشوف السنائي ده وجود بيومي فؤاد عنصر من عناصر نجحة موضوع أنه نشوف فنان ومراته في أفلام سينما ده كان زمان أكتر كان موجود زمان أكتر بس هو بقاله فترة خلال الخمستاشر عشرين سنة الأخيرة ما كانش موجود بشكل منه بيدره ولا بيفيد الفنان حسب لو السنائي ده عنده كيميا مع الجمهور هيفيد أكتر يعني أنا شايف في ماستر أكس أنه أفات ليه؟ الجمهور حابب الشخصيتين جنب بعض وحاسس أنه هم فيه تفاهم فيه كيميا فيه حاجات كتيرة جدا حتى لو في الفيلم ناير ونقير ولكن في الآخر هو شايف حالة جيدة مع وجود بيومي في وقت ساند شوية لأنه بيومي من الممثلين أصحاب برضو مش هنقول مهارة هنقول الموهبة وعنده مساحة مع الجمهور يقدر يضحكك يعني بس برياكشناته حتى من غير ملك يعني بيومي فيه ميزة حلوة قوي إنه هو ممكن يقول فيه وهو وشه رايح للحزن صح أو رايح للجد فيقدر يضحك الناس بيه شكل جيد فالجمهور أعتقد أنه ده يعني الفيلم ده في مرحلة المتوسط لكن عليه إقبال طيب نروح لفيلم تاج طيب نروح للبابا ونخليقه للآخر نروح للبابا ودورة النجمة أمير كرارا ونجمة ياسمين صبري وأمير كرارا ده بعد كازا بلانكا أربع سنين تقريبا في حدود أربع سنين غياب العودة مرة أخرى ولكن في الأربع سنين هو عمل شخصية درامية فيه عن خلال شاشة التلفزيون ونجح فيها نجاح كبير جدا لكن لما بجي أمسك أمير كرارا هلاقي أنه هو بيحب دايما الأكشن الجزء الرومانسي جميل ولكن هو الأكشن رقم واحد عنده أمير كرارا ممثل كويس عامل فيلم كيد وجود ياسمين صبري معاه وجود محمد عبد الرحمن وجود المجموعة دي عامل نوع من أنواع الألفة اللي هو فيلم ممكن الأسرة برضه تدخله ما قدرش أقول لا الأسرة تدخل الفيلم وهتشوف عناصر جذب جيدة في فترة العيدة الناس يمكن كمان على موقع تقوص الاجتماعي بتشير صور الطفل بطل الفيلم الطفل يعني هو حجر زاوية في هذا الفيلم لأنه حتى طريقة ظهوره على الشاشة عندها عنصر جذب أو ربنا مديله قبول عند الجبور بشكل كبير جدا فده جزء من نجاح الفيلم وفي العيد تحديدا وجود هذا الطفل طيب فيلم تاج؟ فيلم تاج يعني تجربة جديدة مسألة أبطال الخارقة الأبطال الخارقين هي موجودة في السينما العالمي بالضبط ولكن هنا بتتعامل لأول مرة مدى تقبل الجمهور لده؟ هو هنا بقى السؤال مدى تقبل الجمهور للفيلم كفيلم وقصة ولا مدى تقبل الجمهور للنجم اللي بيقوم بالفيلم لأن هنا أنا لازم أتوقف أقول أن تامر حسني في الأصل مطرب حالك بتتكلم عن أنه الفيلم تأليف تامر حسني ما هو دي بقى الحاجة الأساسية تامر حسني لما يروح السينما لازم يبقى عارف أنه ليه قدرة في جزئية ممكن تنجح لكن فيه قدرات أخرى وفيه جزئيات أخرى لأهمية السنة اللي فاتت لما عمل فيلم وكان هو المخرج لم يكن على ما يرام السنة دي قصة وسيناريو وبطولة فيه مخرجة صار وفي صار بالضبط فعملة شغل لكن الجمهور اللي ساند هذا الفيلم هو جمهور تامر حسني المطرب ما قدرش نقول أنه هو جمهور تامر حسني ممثل لأننا لو حطيت تامر حسني في مقارنة جنب كريم عبدالعزيز أو أمير كرارة أو أحمد فاهمي كقدرات هتبقى شوية صعبة لكن كقدرات مخرج راحل السينما هو من أفضل المطربين اللي مثلوا حاليا لكن في نفس الوقت فيه تفاوتات عشان كده هتلاقي الفيلم برغم أن فيه بعض اللي فيها استزراف فيها أي إن كان الجمهور بيتحك لأنه بيحب تامر لأن تامر ده المطرب بتاعه فنجاح هذا الفيلم نجاح جماهيري أكتر من النجاح النقدي سمعت أنه هم قالوا هيعملوا جزء تاني تمام لكن لو أقرنوا بالقصة الأصلية لحكاية الأبطال الخارقين هناك تفاوت طيب وجود دينا الشربيني وبعد نجاحها في الموسم الرمضاني والتعاون ما بينهم شايف وأضافت ما هي دينا الشربيني ممثلة كويسة جدا ونجحت قبل كده سواء في الدراما أو في السينما السنة دي وجودها مع تامر حسني أنا زي ما قلت لك أن تامر ليه جمهوره جمهور جاي من فئة معينة وجودها مع تامر ده يعتبر جيد ونجاح الفيلم قايم على وجود تامر كاسم تامر المطرب تامر حسني طيب دينا الشربيني جنبه أعلى ما قدرش أقول إن هي لأ ولكن العمل ككل كان محتاج أكتر من كده تخدم عليه كسينا طيب الحديث عن الإيرادات الخاصة بفيلم تاج كان يعني عامل جدل واسع على السوشيال ميديا وهنا تحديدا أنا أتكلم عن الإيرادات برا مصر هي دينة وطة مهمة جدا الإيرادات داخل مصر وخارج مصر الإيرادات داخل مصر أعتقد أننا عارفينها وفي الترتيب ممكن نقول بيت الروبي رقم واحد خارج مصر إحنا مش قادرين نمسكها قوي ولكن شعبية تامر في الخليج وفي السعودية شعبية كبيرة دي حتة الحتة الثانية تمن التذكرة هناك لما يحول بالعملة المصرية بيعمل فرق لكن نقف بقى ونقول التذكرة في السعودية وفي الكويتة وفي الإمارات السعر التذكرة هو سعر البلد يعني اللي بعشر جنيه هي بعشر جنيه بعشر ريال هي بعشر دولار مش هحولهم بالمصر مش هحولهم لكن لو حولت أنا بلعب بيعني ساشيال ميديا لعب ساشيال ميديا لكن في الأصل لا أنا بتكلم على حجم اللي حضروا هذا الفيلم ممكن يكون في الخليج آه ممكن يكون في خليج كتير شوية لكن في مصر ممكن أقل من بيت الروكي طيب تقبل الأجيل الجديدة المسألة أنه نقدم لهم الأبطال الخارقة هم بيشوفوا برضو الأفلام العالمية وبيقرنوا الكوالات فيه صعوبة فيه نقطة مهمة أنا عندي الجيل الحالي منفتح على السينما العالمية والأمريكية تحديدا ودول أصل الخدعة يعني دول من 50-60 سنة وهم بيعملوا الأفلام اللي فيها زي جامس بوندوش زي سوبرمان وزي غيره وزي غيره وخارقين وغير خارقين فالشباب اللي بتفرج على هذه النواية من السينما لما ييجي يتفرج على فيلم مصري مع اختلاف الإمكانيات والقدرات مش هادر أقول لا هيلائي فيه تفاوت فهنلاقي فيه نسبة ممكن تعزف عن المشاهدة وفيه نسبة أخرى ممكن تكمل احنا بنقارن شغلنا بشغل بعض مش هنقارن شغلنا بالخارج لأن لو قارننا نفسنا بالخارج هنلاقي أن دول إمكانياتهم أعلى 70 في المنطقة دي على وجه التحديد يعني أنا لما أكلف فيلم هنا 20-30 مليون غيرهما هما بيكلفوا فيلم 200 مليون دولار ما أقدرش أن أنا إيه أقف أصادهم لكن قادر أقول أنا أحب أعمل فيلم هنا يتقبل الجمهور بشكل جيد وتقدر يحقق المعادلة دي بالإمكانيات المصرية في تقديم الخارق المصري للأجيال الجديدة دي؟ أكثر والأقل على مستوى الوصف كان ينقصه أي من وجهة نظر؟ لا ينقصه أولا السيناريو السيناريو كان محتاج سيناريست محترف أكثر ده الأساس بدون سيناريو مهما عملت التقنيات عمره ما تنجح فيلم أنا أشكرك شكرا جزيلا ويعني قراءة كده في أفلام العيد وأعتقد أن الأفلام دي مكملة معنا لسه في موسم آه طبعا عنده وقت لسه بطير وحيكون في إضافات كمان جديدة أعتقد أنا أشكرك شكرا جزيلا أنا ناقد فني أحمد سعبد الدين